موسيقى موسيقى نور مساء الفلي لكل مشاهدي قناة حنبعل كل موعد جديد من برنامج سوي عسبور في سهرة كل ثلاثة سهرة رمضانية رياضية صحة شربتكم من الناس الكل إن شاء الله قد مميدة رياضية تليق بالمشاهد الرياضي في تونس وتليق بالجمهور الرياضي في تونس أخبار عديدة ونقد كالعادة بناء في برنامج سوي عسبور ما يتم إلا بمجموعة العادة وسعيد جدا أن نتواصل معكم ونتواصل مع مجموعة العادة لطرح عديد القضايا وعديد الإشكاليات في كرة القدمة التونسية والأكيد فحو الحصة أن درب العاصمة انتهى ولكن ما خلفه من ردود أفعال كانت كبيرة وكبيرة جدا بلاغات وبلاغات مضادة إقالة نبيل الكوكي من تدريب النادي الرياضي أسفيقسي بعد هزيمة النادي البيرح نهارت لحد ضد الاتحاد الذي نستطيع هدف مقابل سفر والبقليوة كالعادة تعجز عن تحقيق الانتصالات في الهيدي النايفر وعديد الأخبار الأخرى في برنامج سيعة سبور قلت سعيد جدا بالتواصل كالعادة مع المدرب الوطني السابق والمحلل الفني القار لبرنامج سيعة سبور أهلا بكم وأهلا بكل ما المشاهدين يأتيك ألف صحة سيوسف كيلعادة سعيد جدا بتواجد المدرب الوطني السابق والمدرب والمحلل فني القارلي برنامج جسري عسفور سي فريد بن بلقيسم صحة شريبتكم مرحبا بيسي فريد شكرا الخالد مرحبا بيسادة الحضور ومرحبا بيسادة المشاهدين يأتيك صحة سي فريد أستاذنا في الإعلامة الرياضية الصحفية المميزة على الدوام سي عبدالبيق المصعود ثابت في مكانه سي عبدالبيقي صحة شريبتكم مرحبا بيك العادة صحة شريبتكم من الناس كل أهلا بالحضور أهلا بالمشاهدين وتحيط العادة إلى أبطال غزة في هذا الشهر الكريم جعله الله شهر نصر وأفراح لهم برغم المصاعب اللي يعيشوها قلوبنا معهم إن شاء الله ربي ينصرهم وفي غياب عادل زهمول لن أتردد في توجيه تحيط العادة لعلي زهمول فاضح جدا وصلت الرسالة يا سي عبدالبيقي كل التحية إلى شعب فلسطين المناظر وألف رحم على روح كل شهيد سقط على هذه الأراضي الأبيان إن شاء الله الانتصار قادم ولو بعد حين سعيد جدا كالعادة بالتواصل مع المدرب واللاعب الدولي السابق والمحلل فني القارل برنامس وعسفور حمدي المرزوقي بعد غيبة يهل هلاله ويطلع لنا يا سيد رمضان حمدي أهلا وسلام مرحبا مرحبا بك خالد وسيد الحضور وسيد المشاهدين قناة حنبال أنا غالب طالت طال الغياب بتاعي ظروف يعني كانت شوية عائلية خليتني يعني ما كنتش متواجدة معكم الفترة الأخرانية إن شاء الله ربي يفرج وربي يوفقنا لبيس أكيد حمدي دائما تنورنا في كل طلاليك وتحية للعادل زهمول تحية إلى كل الحكام في تونس اختارنا اليوم حسا دون تحكيم لأنه التحكيم أدل بدلوا في مباريات الدربي مباريات الدربي وكل المباريات معادي عندهم ما يزيدوا الأكيد نحكيه على الكواليس الأخرى والفنيات اللي إن شاء الله نجمه نقدمه من خلالها طرح إن شاء الله هناك الإعجابة الجمهور الرياضي ولكن قبل طرح البداية كالعادة مع الدخلة ثم لنا عودة دخلة العادة مع أستاذنا في الإعلام الرياضي سعب الباقي دخلة اليوم شا حذرتنا والله معنا مقتطفات من أحداث التسارع في المدة هذه مش نبدأ بالألعاب الأفريقية قاعدة تجري في أكرا انطلقت نهار 8 مارس تقريبا تكون غايبة في تونس أعلاميا ألعاب أكرا في تونس شاركوا فيها بمية وخمسين رياضي وهي نسخة 13 من الألعاب الأفريقية أولمبياد أفريقي صح نشاركوا فيه في الريقبي في التايكواندو في ألعاب القوى في الملاكمة في الدراجات في رفع الأثقال في الجيدو في الكاراتي في المسارعة تنس طاولة كورت الطائرة غياب أعلامي كلي مام لزنستانس كونسيرني ما تحركوش حتى باش يعاملوا حاجة تبالي العيان شنو حال أبطالنا غاديكاش قدمو شما قدموش ثم ما فاجأني هو أني كتخلت نشوف في برنامج الدورة نلقى أنه منتخب كورت القدم نورمان مو يجب أن يكون موجود فيها ومحطوط في بول منتخب تحت عشرين سنة بيانسور مشاركة منتخب تحت عشرين سنة محطوط في بول فيها جنوب السودان والسينيغال ونيجيريا ونجي نقمت شوية تونس أنولي 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 بعت في الفروغرام معناها كانت هناك حسب ما أفهم برمجة لمشاركة تونس كورت قدم في الدورة هذه دورة أفريقية وهي مهمة خاصة بالنسبة للشبان بعد تنحط عليش ماذا بينا توضيح الأسباب من طرف المكتب الجامعي نورمان مو هو منتخب المسعيد الذي يجب أن يشارك في الدورة هذه منتخب المسعدي ليس 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 لي ومتعرف أهمية تنس الشبان أن يشاركوا في مثل هذه الدورات ليس 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 لي يظهر أهم من دورات ودية في السينيور معناها حاجة كي من هذه لكسب التجربة بالنسبة للملعبية متاعنا لجون ودخولهم لأفريقيا وتعودهم في أفريقيا هذه حاجة مهمة هذه مجرد رأي قد أكون مخطئا فيها ولكن ماذا بينا شوية توضيح عن غياب منتخب كورت قدم عن هذه الدورة نقطة ثانية حبيت نحكي عليها تعازينا الاتحاد الموريتاني لكورت القدم لوفاة لعب محمد مختار حارس مربع منتخب الشاب 22 سنة بعد استيدام حصلوا في الانترينمو من هنا باش نمشي الاستيدام آخر ونربطه بمسألة أنا طالما تحدثت عليها وهي مسألة اللعب في رمضان وثم ناس يقول لك توكي نلعبوا في الليل راهو سفا راهو نلعبوا بالليل أو بالنهار راهو اللي سوم في رمضان راهو المجهود البدني متاعوي يزمو يكون مدروس ومقصط والدليل على ذلك ما حصل للعب فيوتشا المصري في مباراة فيوتشا والالتحاد السكندري أحمد رفعت في دقيقة 89 الراجل كان واقف طاحت تسكك مشاه وهزوه هون يرجونس إلى حد اليوم في الكومة توقف قلبه لمدة ساعة ونص عن العمل وحسب التفسير الأولي للأطباء السبب في ذلك هو الصيام ثم بدل مجهود بعد الصيام فقا طاقت هذا اللعب الور أنا نقول رحمة بنافش هر رمضان يا ولدي هر رمضان يلزمو برمجة خاصة يلزمنا نتعاملوا عليه تعامل آخر يلزمنا نقاو حلول لشهر رمضان وأنا قاعد نشوف بكري سلت حمد المرزوقي معناه على الشامبينة متاعه ما يتمشي في رمضان والناس ماضي ساعة قاعدة تلعب لايزي تيران يعلم به ربي يلزموا واحد وتلعب في الناس ماضي ساعة في رمضان أو كف المهموتة مش فيق بهم حد متفرش فيهم حدك لعب في رمضان وخلي يموت وخلي جي سكتة قلبية وخلي كذلك معناه راو عيب راو ما هو معقول راو وات ما هو هذا حتى بالليلة أو مثال السيد بالليل طاح وتفسير طبي قال لك راو السيام والمجهود البدني يزموا ثم يكون ثم عن سرطان دوزاج باش نجموا نعملوا مع بعضهم أقل الغلطة رأيت اجم تتأدي بحياة عبد نجي وتقول الصغيرات الصغار بالكل مديرس فريق جارزونا للمديرس تنقل البرح لجراء مباراة في مجهز الباب اشكون اللي يهزوا في الصغيرات باش يلعبوا يهزوا فيهم الأولياء بكراهبهم كراهبهم الكراهب الأولياء مروحة في الخمسة متع العشية هزة ثلاثة صغيرات معاه يعمل اكسيدون يتوفى هو سائق وثلاثة صغيرات إلى حد الآن يعيشوا في حالة رعب مما شاهدوه من هول ذلك الحادث معناها رمضان نرجعه رمضان والصغار البو صايم تقاه يهز وكذا ويسوق ويمشي وجيب عليش هذا الكل معناها للدرجة هذه معناها نخلقه في مشاكل اللي هو جعل ليكون رحمة للناس ليكون شهر فرحة ليكون شهر تقرب من الخالق ليكون شهر توادد ليكون شهر نخلقوا منه في مشاكل هكاكة معناها ليش معناها كيكي وقفة الكورة شهرين قبل رمضان وما متناش نجيه واحنا في رمضان كل عام نفس المشكلة نفس الأشكال ماذا بينا ماذا بينا حتى التأثير في المسألة الهدية نحن كعرب مسلمين منخرتين في الفيفا الفيفا والكاف والنس كاف والله يبرك الله فيها جاءوا الكارت فينال والماتشويت اللي كانوا في النهار كل رشعوا في اللي حطوا أنسوا الماتش اللي هو بين بيترو ومازنبي عازقينوا بطبيعاتهم أنسوا الماتش في النهار بقية الماتشويت كلها في اللي وقالوا حطت الكاف مراعاة ليظوروا في رمضان يعني برشة الفرقة تصوم في رمضان فهمتوا خاصة يجب سجلوا حضورنا نحن أفلي في الفيفا ندفعوا في الأتاوة للفيفا وتهزف الفلوس بالعرب قد تسقط يرسول له راعينا حتى في الأمور هذه في البرجة متاع عمضان أنه رحنا ناس نساويوا مليار كائن في البلاد هذه كي نزيدوا المسلمين وعرب مع بعضنا وليوا تقريب في الدو مليار يخوية الدو مليار هذو ما عندهم تأثيرهم ويجبهم يأخذوا حقهم في ممارس تقوصهم الدينية ويعيشوا باحترام لتقوصهم بالدينية وانت كفيفا انت بيذك ما ترداش لأنه الشخص هذيك يبدل المجهود هذي في شهر ربضان وهو مطارب بتقوص تمنعه من أنه يأكل ومن أنه يشرب مجموعة من الملاحظات إن شاء الله إن شاء الله تلقى سداء وإن شاء الله تلقى التفاتة عند الجميع ولو أنه سي عبد البيقي أنت ترحت موضوع هام وهم جدا الاعتناء بصغيراتنا في كل الجمعيات وراهي مش أول حادث تصير لصغيراتنا اليوم التف ربي بصغيراتنا في جرزنا والله يرحم الولي اللي توفى اللي قاعد يتكبت في مشاقه سفر ويزف الصغيرات على حسابه الخاص يا سعبد البيقي على حسابه الخاص اليوم الله يرحمه ولكن وقتش بشن فيق ونأمنه هالصغيرات هذو ما سي فريد حمدي وسي يوسف لأنه مش معقول مقدر الله ما شاء فعل تصير الحوادث متاع الطرقات ولكن مش بالطريقة هذي الصغيرات يمشي في سيارات خاصة وين الجماعية وين البلدية وين الولاية وين سلطة الإشراف وهلأنه اليوم باش نقفوا عند الأحداث اللي قاعدة تصير وإلا كالعادة توقعوا كل ما نقلوها وتتعدى وتنسب تبيعته نسي كوه إذا كان الفيفا أكثر أكثر معتها إنسان قبل كل شي حريص على الشبان أكثر هيكل حريص على الشبان الهيكل وكهيكل إذا ده قاعد يعطي فلوس معتها لكل الجامعات المنظوية تحت قاعد يعطي فيه في مبلغ للعناية بالشبان اليوم باش نقول أولا ساعة نترحم على الولي اللي توفى ولكن بارامون الولي معه ولده في الكره بهك ولا معتها صغيرة معتها صغيرة منهم ولده عندك بيصابية بليغة ولكن عند الحال مروا منها شوفك الحالة النفسية بتاع الوليد اللي بش يقعد عمره كامل يقول لك معتها بابا توفى في جورتي خطر حتى نفسانيا معتها بش تخلف دي سي كيل للوليد كبار على كل حال يزبنا نفيقه على رواحنا والصغيرات هذم رام هومة عندهم مهمية قبل الكبار ما فماش عليه شروب بش نصرف أموال كبيرة على الكبار والكبار هذم ندخله مقبل فمات شوية ونستخسر في صغار كار مينوبيس لو يبدو يقعدين حتى صغارنا قعدين نحطمو فيهم والفيل الخير ما عاش مستبشرين بي خالد رأوا اليوم بريم بتاع ملعبي في السنيار يكري مينوبيس بش يمشي بي صغيرات يلعبو ماتش على الأقل يكونوا آمنين مع بعضهم من نس كل ومسؤولية ما عليها معتها صغيرات معيش معتها نتصورهم بساكن الوضعية اللي عاشوها بتاع رعب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ننفيقوا تتحرك الضمائر بتاعنا بش ما عادش نشوفو هالحاجات هذة إن شاء الله إن شاء الله تفيق الضمائر الحية ونقطروا شبابنا ونحاول نهيكلوا جمعياتنا لأنه مش معقول ما يعانيه الشباب وما يعانيه الطفل في تونس ونحن دائما ما نقدموك الشعارات بين ظفرين الحب بش نقول جوفا ولكن الأمانة شعارة جوفا نهيكل نحكيه وعالشباب ونحكيه وعالطفولة والعناية بالطفولة والشباب والمرأة يبدو يقعدنا كين نحكيه والفعل يجيبه ربي عندك الدخلة الخاصة بيك سفريت والله ما عنديش دخلة مية في المية ولكن حبيت نحكي شوية قبل معتها قبل الدربية كنا نسكول نسانيه وانه وتيحت لنا الفرصة بش نلعبو الكورة في الليل اخيرا معتها في تونس في رمضان بتضافر للمجهود بتاع الوخيين نسكول نسكول تضافرت بش وصلنا لعبنا زوز مباريات في الليل الانتظارات الشي الانتظارات كانت نجم تكون هل لنا كنا بش ننجحو قدام الاختبار هذا ولا لا لانه كان مهم جدا او نواسله في التجربة وتكون تجربة حلوة ولي ملايه من تعممش في الملاعب اللي هي قادر انها تستخدم مباريات في الليل ولا نرجع للنقطة سفر انا نقول بو الحمد لله هالأمور تعديت سلامات رغم بعض الاشياء اللي بو ما نعرش هل تأثر على على القرار هذي ولا ما تأثرش ما نعرش ولكن عموما عموما على المستوى المباراة متاع السوافي سفيقس والدرب الفيراز انا يظل ورينا اللي كونا وني كباب اللي نجمو نلعبو في الليل ونجمو بالحضور الأمني وبكونا ناس كول كنا نحطوا ليد في الليد باش نتعداوا الخطوة ذي اللي عندنا احنا وهقين ديما وهقين نلعبو بالليل اللي وليت في تونس صارت شنو بالحق يجيبك خمسين الف حاجة والأمن لا هاو اليوم قدرنا باش لعبنا والحمد والله والباس عدا وماتش وتلباس شوية هكي متاع اللحداث متاع الكركاجيات والأمور هذية داخل في قانون اللعبة ولكن انا نقول معتا مشكورين الجامهير في سفيقس ولا في رادس والملاعبية ونس كل اللي ينجحوا الخطوة هذية وان شاء الله خطوة هذية تتواصل واضح جدا قبل من نمشي السيوس في الداخل المتاع وحمد لدخلة الليلة نمشي الفاصل ثم نواصل